اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تعليم برنامج اكسز في المحاضرة الاولى من دورة تعليم برنامج اكسز راح نناقش ثلاثة محاور مهمة المحور الاول ما هو برنامج اكسز والمحور الثاني ما الفرق بين برنامج اكسز وبرنامج اكسل والمحور الثالث بماذا يمكن ان نعمل على برنامج اكسز طبعا في البداية برنامج اكسز هو اشهر برنامج لانشاء قواعد البيانات والتحكم بها من حيث الجداول والاستعلامات والاستمارات والتقارير طبعا توجد الكثير من البرامج اللي من خلالها نقدر نعمل قواعد البيانات مثل برنامج اسي كيو اول لغات البرمجة سي شارب مثلا وطبعا البرامج كثيرة اسهل وافضل برنامج هو برنامج اكسز طبعا ممكن احد يسأل سؤال ما هي قاعدة البيانات قاعدة البيانات هي عبارة عن جتول كبير جدا يحتوي على بيانات كثيرة لمؤسسة او منظمة او شيء اخر مختلف طبعا في هذه الدورة راح نتناول قاعدة البيانات بكل تفاصيلها ان شاء الله وراح نتعرف عليها بشكل اقرب واوسع وراح تكون سهلة ومفهومة للجميع ولكن في البداية خلي بالكم قاعدة البيانات هي عبارة عن جدول كبير جدا جدا المحور الثاني هو ما الفرق بين برنامج اكسز وبرنامج اكسل طبعا البرنامجين مشابهين في بعض الاحيان وراح نشرح بعض الفروقات ما بين هذين البرنامجين طبعا فيما يخص برنامج اكسل الفرق الاول هو يستخدم في انشاء الجداول اي المقصود الجداول الصغيرة ومتوسطة الحجم اما برنامج اكسز يستخدم في ادارة قواعد البيانات وقلنا قواعد البيانات هي نفسة جداول ولكن جداول كبيرة جدا جدا يعني اذا عدنا جداول صغيرة على برنامج اكسل واذا جداول كبيرة جدا على برنامج اكسز الفرق الثاني هو طبعا يستخدم بالجداول برنامج اكسل من خلال العمليات الحسابية ومعالجة البيانات الرقمية وإنشاء رسومات بيانية مفصلة وتقارير حسابية أي أن مجال العمل يتم على برنامج أكسل بهذه الوسائل عمليات حسابية اللي هي المعادلات وما شابه ذلك أما فيما يخص برنامج أكسز يتعامل مع قواعد البيانات وطبعاً رح يستخدم استعلامات اللي هي الكويري والنماذج فورم وريبورت اللي هي التقارير رح نتعلمها إن شاء الله بالتفصيل في المحاضرات القادمة أما برنامج أكسل الفرق الثالث هو حجم السجلات المقصود بحجم السجل هو الصف المملوء يعني عندنا برنامج أكسز يتكون من جدول شيت هذا جدول بأعمدة وصفوف المقصود بالسجل هو الصف المملوء يسمى سجل طبعاً في برنامج أكسل نقدر نخزن خمسة وستين ألف سجل بالورقة الواحدة أما في برنامج أكسز فعدد السجلات مفتوحة بإمكاننا إن نخزن أي رقم من السجلات أي كمية غير محدودة طالما إن حجم القاعدة لا يتجاوز 2 جيجا وطبعاً الـ 2 جيجا كلش مساحة كبيرة بإمكاننا إن نخزن مليارات السجلات الآن بشكل عام هذه أبرز الفروقات ما بين البرنامجين وطبعاً توجد فروقات أخرى عديدة ولكن هذه هي الأبرز والأشمل باختصار إذا عدنا جدول بيانات يحتوي على عمليات حسابية حجمها أقل من خمسة وستين سجل يعني جدول صغير ممكن إنه نعمله على برنامج أكسل أما إذا عدنا جدول كبير جداً يحتوي على استمارات مع إمكانية ربط الاستمارات فيما بعضها راح نعملها على برنامج أكسل وإن شاء الله من خلال هذه الدورة راح نشاهد بعض التطبيقات ورح نعمل تطبيق شامل من خلال هذا التطبيق راح تتبلور عندنا أفكار وتتبلور عندنا مهارة لكيفية عمل التطبيق على برنامج أكسل أو برنامج أكسل طبعاً هذا هو المحور الثاني من هذه المحاضرة اللي هو ما الفرق بين برنامج أكسل وبرنامج أكسل المحور الثالث بماذا يمكن أن نعمل على برنامج أكسل راح ناخذ أمثلة طبعاً من ضمن هذه الأمثلة اللي هي البرامج الخاصة بإدارة الموظفين والشركات طبعاً الإدارية مثل ما تلاحظون هذا البرنامج يتم عمله على برنامج أكسل برنامج إدارة المدارس والجامعات والكليات والمعاهد أيضاً مثل ما نلاحظ هنا إضافة طالب إدارة الطلبة إدارة السنوات الدراسية وهكذا نقدر نعمل برنامج متكامل على برنامج أكسل أيضاً برنامج إدارة الموظفين الموارد البشرية المقصود اللي عندنا بيانات الموظفين وعندنا طبعاً إجازات الموظفين والتقارير وهكذا المقصود بهذا البرنامج هو إدارة الموارد البشرية طبعاً عندنا أيضاً برامج المبيعات والمشتريات مثل ما نلاحظ البرامج الحسابية أيضاً يمكن أعملها داخل برنامج أكسل طبعاً برنامج أكسز هو برنامج عملاق وعظيم جداً وفي نفس الوقت برنامج سهل وراح نحاول أن نبسطه بشكل أكثر وأكثر من خلال هذه الدورة طبعاً هذه مقدمة أساسية عن البرنامج إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نتوسع ونتبحر أكثر في هذا البرنامج نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى